السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي متابعيني في كل مكان معاكم مسعبير خطاب والنهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض حلقات التأسيس انا كنت عملت فيديو كنت بتشرحه لطلابي في المدرسة وبعدين كتير منكو كلمني وقال لي مسعبير احنا عايزين توضح لنا الفيديو ده وتعمله لنا تاني كده بشرح بالورقة والقلم عشان يكون بالنسبة لنا اسهل الفيديو ده انا كنت بشرح لكم في ايه لو ابنك مش اخد كورس تأسيس ابدا وصل لصف خامس صف رابع سادس ومش بيعرف يقرأ انجلش اوي تعملي معا ايه تعال نشوف اول حاجة طبعا هتشتغليها معا ان انتي هتعرفيه اصوات الحروف دي اول خطوة هيعرف ابني اصوات الحروف الحروف اللي هو الحرف الوحده والحروف المركباء اللي هما بيكونوا حرفين مع بعض طيب الخطوة التانية بقى ان انا هركزله على الفاولز هعرفوا الفاولز دول واركزله عليهم الفاولز اللي هما ونفضل نكرر ونراجع فيهم كل حرف من الخمس حروف دول له قسم وله صوت امتى انطقوا باسمه وامتى انطقوا بصوته تعالوا نشوف بس الاول اسمهم ايه وصوتهم ايه الاي اا صوته اا والي اه والاي اي يعني الاي دي هي اللي ايه مس اا هي اللي ايه والأ اه ا ا وليو اه ا ا طيب ادي اصواتهم طب واسمائهم ا 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 يو طبعا هو دا اسمه ايه بس انا لو كنت انطقوا دلوقتي هنتقوا ايه خلاص طيب تعالوا نشوف بقى امتى انطق الحرف باسمه امتى انطقوا بصوته قال لي يا حلوة يا أمورة يا شطرة يا اللي بتتعلمي معايا الإنجليش لو عايزة تنطقيه أو لو هتنطقيه بصوته إذا جاء في الكلمة حرف واحد متحرك نعمل إيه؟ ننطق صوته طيب يامس ولو جي حرفين متحركين نعمل إيه؟ أهو يا شطرتي إذا جاء في الكلمة حرفين متحركين نعمل إيه؟ قال لي الأول ينطق اسمه والتاني يسقط نمشي على القعدة دي الأول ينطق اسمه والتاني يسقط طيب تعال يا ميس وريني كده بالورقة والألم أنا كنت كتبالكو الكلمة دي كفي كام حرف متحرك هنا يا حلوين حرف واحد بس اللي هو حرف الآي يعني هقرأها إزاي قلنا الآي سطو إيه؟ يبقى فن 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 يعني زعنفة الزعنفة بتاعت السمكة طيب تعالوا نزيدها حرف الكلمة دي هفن وحطنا لها الإيه هطبق القعدة دي الأول ينطق اسمه فن الأول ده فنه يمس الحرف الأول آي يا حبيبي هو ده الآي أول حرف يبقى الآي ده يا حبيبي هيتنطق آي زي ما هو طب والتاني يسقط اللي هو الإيه ده هيسقط يبقى الكلمة دينا هقرأها إزاي؟ في آي ن فاين فاين يبقى هنا كده دي فن نطقنا صوته وهنا فاين نطقنا اسمه طيب كلمة زي دي يا أولاد أهي فاين دي يعني بخير أو جيد أنا ما أقول لحد آي أم فاين يعني أنا كويس دي فيها كام حرف يا أولاد متحرك حرف واحد بس اللي هو حرف الإي صوتق الإي صوتق أه يبقى م ت مت مت يعني إيه مت يعني قابلة طيب تعي نحط عليها حرف كمان يا حبيبي أهو حرف الإي ومعها إيه طيب الأول ينطق اسمه الإيه هيقول اسمه إيه والتاني يسقط يبقى دي نطقها إزاي؟ م ت م م م طب لو كتبتها كده يا ميس دي ميت يعني لحم طب ودي م اي ت ميت يقابل يبقى ميت لحم وميت يقابل عشان كده الكلمتين دولي هم نفس الصوت أيوة عشان كده الكلمتين دولي هم نفس النطق مت ميت ميت طيب ماشي يعني مش لازم الحرف يقول اسمه لما تكون الماجيك إيه؟ لأ أي حرفين متحركين هنمشي على نفس القعدة دي طيب تعالوا نشوف كلمة كمان أنا مثلا هكتب الكلمة دي هب 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 يعني يقفز على قدم واحدة هب هب ه ه هب هب طيب لما جي بقى يا حلوين أروح حطا لها حرف كمان الآي الآي تسكت والآي تبقى hol يبقى hol هب يعني يتمنى هب يبقى hol هب 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 طيب تعالوا نشوف�ISS الكلمة دي here a a n r r a n ra طيب تعالنا نفس الكلمة دي هحط لها حرف كمان اهو ده هيقول اسمه اللي هو اي عشان كده نقول لكم ده اسمه اي بس هنا هنقول عليه اي والاي هتسكت يبقى ران 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 يعني مطر ران يبقى ران ران طيب كلمة كمان اهو زي الكلمة دي جت جت ده الماضي من جت جت يحصل جت حصل جت يعني يحصل على ياخد حاجة جت جت ال او هيتنطقت ا ا جت طب تعال نكتبها كده زينا عليها حرفة متحرك اهو كمان مش هيتنطق بس هيعمل ايه هيخلي دي تبقى لونج هنطق ايه اسمها يبقى ج ا جت جت يعني معزة جت يبقى جت 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 جات يعني ياميس انا امشي بالقاعدة اللي حضرتك قلتي عليها دي على طول ايوا يا حبيبي على طول معادة طبعا لكل قاعدة شواز في الانجليش يعني ماشي يعني محدش بس نقول ياميس طب احنا عندنا كلمة تقصم ها فيها او اي لا ما هنا فيه كل قاعدة لها شواز لكن تسعين في المية خمسة وتسعين في المية بنطبق نفس القاعدة دي حبيبي طيب تعالوا ناخد كلمة كمان يالله بينا الكلمة دي اهم كب 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 دي يعني صغار القسود صغار اي انيمالز الاطفال منها الصغار اسموهم كب كب طيب تعالوا نشوف كده كيوب 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 يعني هنا الاي ما اتنطقتش وخلت اليو قالت يو كيوب كيوب يعني مكعب تمام طيب تعالوا نشوف الكلمة دي ك ا ت كت كت يعني يقطع اليو قديني بنطقها بصدها اهو ك ا ا كت طيب اجي اعملها كده ك كت زي ما هي طب وحطينا ده هيسكت هيخلي ده يقول يو يبقى ك يو ت كيوت كيوت يعني جميل او لطيف كيوت وللبنوتة دي كيوت قوي كيوت لطيفة طيب مثلا عندي كلمة زي ست 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 يعني يجلس هحط لها فاول كمان هتبقى ايه س ا هنا تقال ا وده مش هيطنطق سايت سايت يعني موقع يبقى ست سايت ست سايت طيب يبقى اهم حاجة عندي في الفيديو ده ايه يا ميس اهم حاجة يا حبيبي ان احنا نغرف اولادنا اصوات الحروف عشان يبقوا فاهمين كل صوت بيتقال ازاي وكمان نغرف الفاولز اسمقهم واسواتهم اه اه اي او اه 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 اي اه 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 كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع السلامة شكرا